خلينا نقول أن النهاردة نادي الزمالك ربما حيبدأ بطولة مهمة جدا نادي الزمالك حيبدأ مشواره في البطولة العربية ضمن مباريات المجموعة الثالثة وده قدام الاتحاد المنستيري التونسي نتمنى إن شاء الله للقلعة البيضاء بداية قوية في أول هذه المباريات من هذه البطولة العربية نتمنى أنه أكيد يا مصطفى زي ما أنت قلت كل التوفيق خلينا نتكلم النهاردة بقى عن تشكيل الزمالك المتوقع ومشواره المحتمل في البطولة كمان انطلاق البطولة اللي بدأت مبارح مع ضفنة اللي منوارنا النهاردة في الستوديو إسلام محمد الناقض الرياضي أهلا بك صباح الخير عليك يا بس أنت صباح الفل عليك صباح الفل عليك يا مصطفى وصباح الفل على كل مشاهدين برنامج صباح الخير يا مصر وصباح الخير عليك وكل صحابهم طيبين ودايما منواري الدنيا ومكسطرين الدنيا كده كالعب كلنا كلمنا عن البطولة العربية بعد افتتاح ايه هي هذه البطولة بتمثل ايه وبالنسبة لنا مشاركة نادي الزمالك فيها بص يا مصطفى هي بطولة مهمة جدا يعني انت لو بصيت للفرق المشاركة كلها فيها هتلاقي فرق كلها كبيرة يعني فرق كلها أبطال في الدورة بتاعها يعني لو بصيت على الأسماء الفرق اللي موجودة هي أسامي كلها تخض يعني لك أنت تخيل عندك التحق جدة عندك الهلال عندك النصر عندك الوداد المغربي عندك التراجي عندك الشرطة العراقي الصفاكس التونسي بص كل دي أسماء كلها عملكة طبعا بالإضافة للزمالك بالإضافة للشباب السعودي أهل ترابلس الليبي بص أسامي كلها أبطال الحقيقة شاركوا قبل كده في الشامبيوزليج الأفريكي واللي شارك في الشامبيوزليج أبطال أسيا فبص كلها على بعضها أبطالة كبيرة جدا والنسخة دي تحديدا نسخة شارسة جدا بكل بقى الإمكانات اللي موجودة بكل اللاعبين كمان الاستقدامات كمان الأندية السعودية كمان جابتها في الأندية بتاعتها سواء في النصر أو الشباب أو الهلال بص يعني حد سوالة حرج الحقيقة هي نسخة استثنائية ولكن طبعا كل اللي يهمنا في الموضوع كله هي مشاركة نادي الزمالك مشاركة نادي الزمالك النهاردة أمام الاتحاد المنستيري الاتحاد المنستيري فريق مش سهل فريق مش هين شفناه قبل كده شارك قدام النادي الأهلي لو تفتكر في الدور التمهيدي في دورة أبطال أفريكية الأهلي فاز عليه بصعوبة هناك حتى لو المباراة كانت في تونس بهدف نظيف بهدف محمد عبد المنعم لو كلنا نتذكر ولكن فريق الاتحاد المنستيري الحياة فريق عنيد فريق مش هقولك بحجم مثلا النصر أو بحجم الهلال أو بحجم الترجي ولكن هو فريق ما نقدرش نقول اللي هو الفريق الجيد قوي ولكن نقدر نقول فريق متوسط مع أداء الزمالك اللي احنا شايفينه الحياة الفترة اللي فاتت وأداء أسيريو مع الزمالك بالتاكتك اللي هو متعمد انه هو يلعب به برضه أو زي ما بنقول بقى بالبلد كده هو عايز يشربه للعيبة الزمالك خلي بالك آخر مباراة آخر مباراة للزمالك مع أسيريو من 12 يوم تقريبا يعني الزمالك بقاله 12 يوم فترة راحة كلها ملعب شكور ملعب شكور أعتقد أن الفريق كمان قدر أنه هو يعمل ريكوفر بشكل جيد أسيريو كمان قدر أنه هو يعني يدور بقى المجموعة اللي معاه كلها قدر أنه هو يدخل الفريق في السيستيم اللي هو عايز يلعب به والتاكتك اللي هو يلعب به دايما اللي هو تلاتة 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 واحد ممكن تكون دي غريبة على الكرة المصرية التاكتك نفسه أو الشكل نفسه ولكن في المتناول هو الراجل بيلعب بالتاكتك ده وجاي كمان عشان ينفذ طريقة لعبه هل بقى الكوالات اللي موجود في نادي الزمالك هينفذ طريقة لعبه ولا لأ ده اللي احنا هنشوفه النهاردة أمام الاتحاد المنستيري مباراة كبيرة مباراة مهمة جدا بالنسبة لنادي الزمالك وخلي بالك هي مفتاح البطولة بالنسبة لنادي الزمالك هل الزمالك رايح كتمثيل مشرف ولا رايح هدفه البطولة زي ما أسيري قال في المؤتمر الصحفي أن الزمالك فريق كبير الزمالك رايح الصعودية عشان يرجع باللقب لمصالحة جمهور نادي الزمالك فهل الزمالك النهاردة هيدينا الشكل ده هيدينا المرضود ده اللي هو رايح له عشان فعلا البطولة ولا رايح من أجل التمثيل المشرف ده اللي احنا هنشوفه النهاردة في المباراة ساعة ستة طبعا. طيب. خلينا. احنا هنفصص كده اللي هيعمله للزمالك ويمكن التشكيل المحتمل والحاجات ذي كلها. لكن خلينا اتكلم عن رأيك في أداء الفرق عمتا في أولى المباريات. يعني هل كانت انت قلت الفرق الموجودة دخلة بشراسة والكلام ده كله. هل كانت الأولى المباريات يعني على قد مستوى اللي احنا كنا مستنين؟ بس احنا شوفنا المباراة الفستحية الحقيقة اللي هي انتهت بالتعادل السلبي وكان عندنا كمان لازم نشير اللي حاجة مؤيمة جدا ان المباراة الفستحية كان بيحكمها الحكم المصري محمود البنة. شوفنا بعد كده اعتراضات كبيرة جدا من ناجل الوداد المغرب لدرجة ان هم نزلوا بيانة اعتراضا على التحكيم الكابتن محمود البنة في المباراة. ولكن انا من وجهة نظر ايانا الشخصية وانا ما شفتش تقريبا اي حاجة مؤثرة ان الوداد يشتكب سببها في المباراة. حال الكابتن محمود البنة قدموا باراة كبيرة جدا كانت مباراة ممكن نقول صعبة شوية لان مباراة فستحية وانت عارف الطولة كبيرة زي دي وان الكابتن محمود البنة يحكمها فاعتقد هي مباراة كانت مهمة بالنسبة كمان للتحكيم المصري وقدرة. هو طرد لعيد. اه طبعا. يعني ممكن ده يكون السبب. انا ما اعتقدش ان هو ما كانش مؤثر بشكل كبير يعني هو الكابتن محمود البنة يا مصطفى ما اصرش في نتيجة المباراة. ما اصرش في اي حاجة ولكن اعتراض النادي الوداد زي ما انت بقولت يعني كان ماشي بشكل جيد. ما فيش اي مشكلة ما فيش اي حاجة مؤثرة تقول ان الوداد يعترض على المباراة. انا مش شايف فيها اي حاجة خاصة. يعني التحكيم ممكن يؤثر على باقية البطولة ولا انا ما اعتقدش من حق الحكم ان هو يعني. ما اعتقدش وبعدين خلي بالك. شغله. اي شغله بزاوه حتى لو طلب بغاية. مصطفى الحكم اكتر واحد بيتمنى ان هو ينجح في المباراة اكيد. خاصة كمان ان يعني انت ما عندكش طرف مصري انت يعني هو الطرفين من برا. يعني سواء الوداد او الفريق الكطري فالطرفين من الخارج. وهو اكتر واحد يعني دايما بعليل عين. طبعا. ولو اخطأ الناس مش ما بتسيبوش لا الصحافة بتسيب ولا الجماهير بتسيب. بالفعل فانا هي بس بس اقولك على حاجة. الاخوة في المغرب ربطين بقى الموضوع ده بالاحداث الاخيرة. احداث مباراة الناجي الاهلي طبعا لو تفت تذكر. فهم ربطوا بقى ده. ربطوا ده بدا فاعتقد ان الكابتن محمود البنة زي ما قلت لك يا مصطفى عمل مباراة كبيرة. مباراة فتتحية على اعلى مستوى. مش شايف انه كان مؤثر في نتيجة المباراة. المباراة انتهت بالتعادل السلبي. وخلي بالك في مباراتين انتهوا بالتعادل السلبي. ومباراتين انتهوا الاتحاد كسب 2-1. والشرطة العراقي كسب الصفاكسي. وبعد كده شفنا الكابتن حسام البدري. خلينا نتكلم تبعا عن الاتحاد. اتحاد السعودي ومباراته مع التراجي التونسي. بص يا بس انت قبل بس ما اتكلم عن الاتحاد السعودي. لازم اشيد بطرق حامد. الحقيقة طرق حامد اثبت للجميع. يعني بما لا يدعى اي شك ان العمر او السن هو مجرد رقم فقط لا غير. طرق حامد باللي عمله الحقيقة. امبارح في مباراة الاتحاد جد أمام التراجي التونسي. بالمستوى اللي هو قدمه. عايز اقولك ان طرق حامد امبارح اعلى اعلى نسبة تمريرات صحيحة. واخد تقريبا حوالي 96% نسبة تمريرات صحيحة. تمريرات كمان الطولية اللونجوباس. واخد يا مصطفى 100% عمل تمريرتين سلام بنسبة 100%. كمان كان قاطع بشكل كبير للقراط وكان حاقص صد على عمر بظلر. اه طبعا. انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا. لك انت تخيل ان كانت قاعد برا غول. غول مستني اي خطأ لطارق حامد. ولك انت تخيل ان طارق بالشخصية دي. بالشخصية دي والكواليتي ده. اثبت ان هو متواجد داخل الاتحاد. اعتقد نونو سانتو بعد المباراة دي استحالة. استحالة ان هو يستغنى عن طارق حامد. خلينا نتكلم عن التشكيل المتوقع على المباراة. وفي ظل اللي بتقوله عن طارق حامد. تعتقده سوريو هيعمل ايه في ظل فريق قوي زي تحدي المنستير؟ بص قبل ما اتكلم عن التشكيل يا مصطفى. انت لو سألت اي حد من السادة المشاهدين اللي امتبعيننا دلوقتي. اكتر لعب قصر قصر داخل نادي الزمالك عن رحيله. هيقول لك طارق حامد تحديدا ثم امام عشور. طارق حامد ساب اثر كبير جدا 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 في وسط ملعب نادي الزمالك ومن بعده امام عشور. ولكن لو جيت بقى اتكلمت عن اوسيريو وعن التشكيل المتوقع. اعتقد هو مش هيخرج برا اللي كان بيلعب به الفترة اللي فاتت. عايز كمان اقولك على حاجة مهمة جدا ان الزمالك ضافت اتنين لعيبة بالامس. او تلاتة لعيبة منهم يوسف اوباما. واللعب حمدي علاء واحمد زاكي دول اللاعبين اللي كانوا معارين. الزمالك قدر ان هو يضمهم للقايمة بالاضافة طبعا ليوسف اوباما. اعتقد ان دول هيكون عناصر مهمة جدا داخل نادي الزمالك طبعا في البطرة العربية. فاعتقد اوسيريو مش هيخرج عن التشكيل اللي هو كان بيلعب به المباراة اللي فاتت. القايمة كمان بتاعت الزمالك هي قايمة محدودة. مش هقولك فقيرة لأ هي قايمة محدودة طبعا مع واقف الكيد اللي الزمالك بيعاني منه. فاعتقد ان التشكيل المتوقع لو جينا بصنا له. محمد صبحي طبعا في حرص المرمى. هيبقى عندك في خط الدفاع حتم سكر حسام عبد مجيد. اعتقد بقى فيه هنا بقى عمر السيسي محمد عبدالغاني. عندك كمان فتوح. الحتة بقى اللي هي المشكلة اللي كنت بكلمك فيها اللي هي مشكلة وسط الملعب بتاع نادي الزمالك. عندك رؤة دونجا. اعتقد دول الاتنين اللي هيكونوا في وسط الملعب. قدام بقى في مشكلة بقى عندك. يعني ممكن هل هيبدأ بشكبالة ولا هيخليش كبالة ورقة ربحة ممكن يستفيد منه الشرط التاني. ما اعتقدش ان ممكن يبدأ بشكبالة خالص. ممكن يبدأ احمد سيزيزو طبعا حاجز مكانه في التشكيلة الاسسية. عندك الجزيري في الخط الامامي طبعا وخط الوجو. طيب الزمالك يمكن بيمر بفترة صعبة شوية. لكن هل وجود الجماهير هتأثر عليه إيجابيا؟ خلينا نقولها تخليه يلعب أحسن؟ بص الزمالك عايز اقولك اي مكان بيروح فيه يعني زي ما احنا بنتكلم الحياة عن النادي الاهلي ان الاهلي لو راح في اي مكان سواء في افريقيا او في اي دولة عربية بيلاقي جماهيرية كبيرة جدا. الزمالك برضو ايضا عنده جماهيرية. ولكن الزمالك زي ما قلتلك أنا بس كل المشكلة في نادي الزمالك الكواليت اللي موجود مع اوسيريو والسكواد اللي موجود مع اوسيريو هل هيساعدوا في البطولة العربية دي ولا مش هيساعدوا؟ ده اللي احنا هنشوفه الحياة النهاردة في قدام الاتحاد المنستيري. ولكن الضغط الجماهيري زي ما قلتلك مفيش اي مشكلة خاصة كمان ان انت بتلعب فريق تنسي يعني انت ما بتلعبيش صاحب الارض مثلا او ما بتلعبيش فريق في السعودية طبعا يعني لك انت تتخيل الزمالك لما يقابل النصر الصعودي مثلا او لما يقابل الشباب الصعودي ده هيبقى ضغط وهيبقى لوض اكتر على لعاب الزمالك ولكن بالنسبة للتحاد المنستيري وبالنسبة لناس الزمالك اعتقد المواجهة متكافأة 50-50 ولكن حزاري حزاري على لعاب نادي الزمالك النهاردة زي ما قلتلك لان فيه سرعات كبيرة جدا في الخط الامامي بالنسبة للتحاد المنستيري والتاكتك اللي بيلعب بيه هو تاكتك خطير جدا اللي بيلعب بيه او سوريوف اعتقد هيكون فيه مساحات كمان خلف اتفاعة نادي الزمالك لو استغلها الاتحاد المنستيري اعتقد هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا 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 هتواجه نادي الزمالك هل تتوقع تفوق العرب على رونالدو وبنزينا في هذه البطولة؟ بص يعني لا بكل امانة لا بنزيما ورونالدو في حتة ماينفعش للامانة للامانة ماينفعش ان احنا نقارنهم باي حد انا بس فيه لقطة مهمة جدا كنت اتمنى من اخواتنا يعني في الاعداد ان هم يجبوها لنا لقطة الطارق حامد مع بنزيما لو موجودة بس معاهم ياريت يجبوها لنا كصورة بس كده كنت عايز اتكلم على الجزيدي ولكن لو جينا اتكلمنا عن بنزيما ومصطفى وعن كريستان ورونالدو لا انا عارف ان هم في حتة تانية بس هي البطولة دي معمولة علشان يعني نقول بروزة الموقف ده بص اللي بيعملوا الكورة الصعودية الفترة الحالية اعتقد هو بيلم العالم كله حواليه وليس المصريين فقط عشان تبقى فيه انا بس عايز اقول لك حاجة مهمة جدا اني عايزك تتابع بعد سنة او سنتين يا مصطفى شوف الدور السعودي هيبقى فين وشوف المتابعين هيبقوا فين الموضوع مختلف تماما عايز اقول لك اني من السابع او من الثامن من الدور السعودي بيعمل صفقات تقريبا انت ممكن ما تسمعش عنها هنا عندنا في مصر يعني يعني انت لك انت تتخيل ان طريق حامد معا بنزيمة معا قانتي قاعد برا قانتي قاعد برا خلي بالك قانتي ده من افضل لعبي وسط في العالم في العالم قاعد لطريق حامد برا فاعتقد لا مفيش منافسة ما ينفعش ان احنا ننافس اي لعب اي لعب عمتا من العرب بجوار كريستيان ورونالدو او بنزيمة تحديدا ولكن لو جيت قلتلي بقى لو جيت قلتلي طريق حامد وقانتي هقولك هنا بقى الموضوع بقى خمسين خمسين دلوقتي انا طريق حامد دلوقتي عادي اكتشاف نفسه بكل امانة عادي اكتشاف نفسه من جديد طريق حامد كان فيه ناس خلاص قربت وقول له انت هبطت القرى طريق حامد كان من اللعيبة المرشهة انها تطلع من التحاد جدة ونونو سنته تحديدا تحديدا اتعمد ان هو يلعبه المباراة بتاعت امس ديام مصطفى وكانت قاعد برا عشان يشوف طريق حامد هل هو يستمر معه او لا مش يستمر لان طريق كان من اللعيبة اللي هترحل من التحاد جدة الحقيقة طيب الشرطة العراقي فاز على الصفاقسي التونسي ويمكن حسام البدري استقال من بعد هذه المباراة ايه اللي حصل فيه ايه بص يا بس انت معلومة انا هقول لك معلومة والكلام ده انا بقولولك يعني عن مسؤولية الشخصية كابتن حسام البدري اثناء توليه الكيادة الفنية لنادي الصفاقسي التونسي كان جاله عرضين مصطفى عرض من الزوراء العراقي وعرض من هنا من داخل مصر من نادي الاتحاد السكندري قبل نادي الاتحاد ما يتعاقد مع الكابتن طاري العاشري كابتن حسام البدري اخر شهر لي كان هو شهر اغسطس اللي جيدة مع نادي الصفاقسي التونسي الحقيقة كابتن حسام البدري جمعته جلساً بارح مع رئيس نادي الصفاقسي تحديداً بعد مباراة الشرطة العراقي وقالوا انا مش اقدر اكمل لغاية كده مش اقدر اكمل خلي بالك السيغة بقى اللي طالع بيها ان هي الاستقالة ولكن خلينا اقولك هي طالع بشياكة على شكل استقالة ولكن الموضوع غير كده تماماً تماماً الموضوع مش استقالة خالص انا بأكد لك الكلام ده مستقى ولكن هي طلعت من نادي الصفاقسي التونسي ان هو شكراً للكابتن حسام البدري على الفترة اللي هو قضاها مع نادي الصفاقسي على هيئة استقالة ولكن هي مش استقالة على الاطلاق فخلاص الكابتن حسام البدري رحل والاقرب ان هو الفترة اللي جاية هيكون في نادي في يوتشار هنا في الدور المصري يعني تتوقع المباراة ما بين الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك تنتهي بكامل والتفوق بقى لصالح مين بص طبعاً امنيةنا اكيد طبعاً بالنسبة لنادي الزمالك التوفيق الزمالك بيمثل مصر يعني لما بنيجي نتكلم بنقول الزمالك المصري ولكن المباراة صعبة جداً فريق الاتحاد المنستيري زي ما قلت لك فريق مش سهل فريق مش هين هيدخلوا المباراة طبعاً عايز يكسب اي فريق خلي بالك بيلعب اول مباراة مصطفى هي بتبقى مباراة طعون وكو الزمالك زي ما قلت لك مفتاح البطولة النهاردة في ايد نادي الزمالك هل الزمالك هيكمل في البطولة هيكمل في البطولة ولا رايح تمثيل مشرف وهيرجع من الدور التمهيدي نتمنى طبعاً الفوز لنادي الزمالك ولكن اتوقع المباراة تكون صعبة جداً الاتحاد المنستيري لو مفس على الزمالك ما اعتقدش ابداً ان هو ممكن يخرج خسران ان شاء الله النهاردة هنشوف مباراة حلوة جداً ان شاء الله هنستمتع بفوز نادي الزمالك بإذن الله كل شكرا لك اسلام محمد الناقد الرياضي على جودك معنا بشكورك يا بسانت وبشكورك يا مصطفى شكراً